الفراخ رخصت وكلها ايام وتوصل ل70 جنيه ده الكلام اللي انتشر الساعات الاخيرة والناس فرحت بيه اول ما سمعته لكن بعد ما عرفه هي رخصة قد ايه وعينك ما تشوف الا النور يطرى بقى الفراخ رخصة قد ايه ايه سبب ارتفاعها هتوصل لكان في رمضان كل الاجابات دي هنعرفها في لايف النهاردة مين كان يصدق ان السعر الفراخ يوصل ل100 جنيه واكتر والازمة ترجع تاني بعد ما كانت اسعار الفراخ تقرت لشهور طبعا ده قال الناس خصوصا اننا دخلين على رمضان والطلب بيزيد فيه اكتر على الفراخ لكن من ساعات اسعار الفراخ بدأت تنخفض بقيمة 5 جنيه وده طبعا رقم مش كافي خالص وعشان كده اتحاد منتجي الدواجن طلع وتكلم عن تفاصيل الازمة ولكن قال الدكتور ثروة اسديني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن قال ان اسعار الدواجن حاليا ما ترضيش الاتحاد لانها فوق طاقة المواطن لكن للأسف هي تكلفة الخامات من الاعلاف واللقاحات والادوية اللي ارتفعت بنسبة 300% خلال الشهور اللي فاتت ودي بتمثل 75% من التكلفة ودلوقتي هي بتشهد تذبذبات وارتفاعات يعني السبب مش احتكار التجار ليها لان الدواجن اصلا سلعة حية يعني ماينفعش حد يخزنها قال بقى ان عملية تراجع الاسعار تيجي بعد ما تحقق 3 شروط هي استمرار تراجع سعر الصرف في السوق السودة وتوافر الدولار واتمئنان مربي الدواجن عشان تراجع الاسعار متوقف على استمرار الانخفاض ووجود اتمئنان باستقرار سعر الصرف بشرط ان يكون الانخفاض مستمر والدولار متوفر في البنوك لانه متوفر خارج الاطار المصرفي والسوق السودة هي اساس كل الارتفاعات عموما هو اتوقع تراجع اسعار الدواجن وبيض المائدة في البطرة من 35 ل40 يوم بشرط ان يكون انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي حقيقي مش اشعاد ويتم بيع الدواجن في الاسواق وفقا للسعر المعلن مع تطبيق المبادرة الحكومية لخفض الاسعار اللي اطلقها رئيس مجلس الوزراء في اكتوبر اللي فات اما عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة كان متفائل شوية وقال ان فعلا فيه تراجع حققته اسعار الدواجن خلال الايام الحالية وده نتيجة التأسر بقوة الجنيه مقابل الدولار لان تراجع سعر الدولار ادى الانخفاض اسعار الاعلاف دلوقتي بقى سعر طن العلف اتراجع بقيمة 1000 جنيه للطن عشان يسجل 30000 جنيه للطن لا ولسه لانه قال ان استمرار تراجع اسعار العلف هيساهم في تحقيق انخفاضات اكبر في اسعار الدواجن لدرجة ان سعرها ممكن يوصل خلال شهر رمضان ل70 جنيه للكيلو في المزرعة واضح كده انه كلام عبدالعزيز السيد هيطلع صح لان من ساعات والغرف التجارية اعلنت فعلا عن اخفاض اسعار الفراخ للمرة التانية خلال يومين وسامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية كشف عن تراجع جديد في اسعار الفراخ بعد تسجيل مستويات مرتفعة نتيجة زروة درجة الحرارة اللي اتسببت في زيادة الفاقد وحدوث زيادات تعرية ملحوظة حاليا بقى سعر كيلو الدواجن في الاسواق للمستهلكين بيتروح تقريبا ما بين 95-97 جنيه بعد ما كانت وصلت لمية وستة جنيه في بعض المناطق الروات بقى قولنا بتشتري كيلو الفراخ بكم